أزمة إنسانية خلفتها المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس لسيما وسط تزايد أعداد القتلى والنزحين من مناطق الاشتباكات جنوبية العاصمة فعلى الرغم من تاكيدات قوات حكومة الوفاق بابتعاد محاور القتال إلى القطعات الجنوبية لطرابلس وسيطرتها على مناطق التوتر في العديد من المناطق هناك إلا أن الأوضاع الإنسانية ما زلت في أسوأ حالتها وذلك بسبب استمرار عمليات النزوح من المناطق التي تقصفها قوات خليفة حفتر منظمة الصحة العالمية قالت إن عدد ضحايا المعارك التي شهدتها طرابلس ارتفع إلى 254 قتيلاً وألف و228 جريحاً بحسب آخر إحصائية لها في الوقت الذي أجبر أكثر من 35 ألف شخصاً على النزوح ومع ازدياد عرد النازحين لجأت وزارة شؤون اللاجئين والنازحين في حكومة الوفاق إلى توزيع النازحين على بلديات ومناطق جوار العاصمة وتغفير مراكز لإيوائهم تتمثل بمقرات حكومية ومدارس حلول وصفتها التصريحات الحكومية بأنها مؤقتة ولن تستمر أكثر من شهر على الأكثر إلا أنها فاقمت أوضاع النازحين في العديد من مناطق العاصمة طرابلس حيث إن المقرات التي تستقبل النازحين غير صالحة للعيش تأثيرات الحرب لم تتوقف عند حدود تهجير السكان فمصابوء الحرب من المدنيين يمثلون جانباً آخر من تلك المعاناة خصوصاً مع تأكيرات منظمة الصحة العالمية بقيام طواقمها الطبية بإجراء 152 عملية جراحية لمصابي الحرب من المدنيين أغلبها عمليات جراحية كبرى استادفت إنقاذ حياة البعض منهم بإصابات بليغة ويتعقد الوضع المعيشي للليبيين وسط مخاوف من إطالة أمد المعارك في طرابلس وتفاقمها الذي يؤدي إلى خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة وتضرور البنية التحتية